مرحباً فيه مجموعة من الناس المكلفين بمهمة مثل مموال في نديرو هذا يلخب منتحه لما يكون هناك موضوع يعني اللي هو يقدر يساهم في الواعي والذيك يدخلوا من أجل على جلباش هما يفسدوا هذو هما المفسدون في الأرض المهم الإخوة والأخوات الموضوع تعناه هو حول العصبية والانتخابات الرئاسية في الجزائر وعليكم السلام من الأخ حسين من الأخ صلاح الدين الأخ صابر يبدو هو أنه زعجهم هذا النقاش وهذا الحوار الصريح بالتالي هما دخلوا من أجل على جلباش شو شو على هذا النقاش وعلى هذا الحوار المهم أطلب من الإخوة والأخوات هو أنه ينشروا الرابط منتع الصفحة والرابط منتع البث هذا المباشر في الصفحات اللي يراهم مشتركين فيها في المجموعات اللي يراهم مشتركين فيها حتى يصل هذا النقاش وهذا الحوار إلى أكبر عدد ممكن من الجزائريين والجزائريات أخ مصطفى وعليكم السلام الآن نرني غالق نعود نفتحها إذن الإخوة والأخوات في الموضوع التاني اليوم هو حول العصبية والانتخابات الرئاسية في الجزائر لماذا هذه العصبية على حساب الحقيقة وعلى حساب المصلحة العامة منتع الجزائر لماذا الناس تتعصب لمرشح معين سواء تعلق الأمر بالحزب أو تعلق الأمر بالمنطقة أو تعلق الأمر بالتوجه على حساب المصلحة العامة منتع البلاد التي تقتضيه وأن الناس كلها تلتقي لماذا تتعصب الناس على حساب الحقيقة شوف ترى الأخ عبدالخالق أطلب من الإخوة والأخوات اللي حبوا يشاركوا معنا مرحبا بك الأخ عبدالخالق السلام عليكم كيف حالك أستاذ وعليكم السلام أهلا كيف حالك وش حولك لا بس الحمد لله الله بركي الله بركي وش تقولنا الأخ عبدالخالق في الموضوع التالي يوم حول العصبية أو الانتخابات الرئاسية في الجزائر لماذا الناس يعني في الجزائر ولا الناس اللي رأهم موجودين في الخارج هما يتعصبون لشخص على حساب الحقيقة قال مثلا شوفوا هنا شخص معين قال مثلا كان يمشي في طريق مثل ما عطيت أنا قبيل المثل هذا كنت مع زولة وطارت شوف أنا طريقه من بعد تضحلي بأنه هذاك طريق خاطئ المفترض هو أنك تبدل الطريق المفترض هو أنه تعترف على الأقل بأنك رأك كنت مخطئ كيفاش هذا الإنسان اللي هو أثبت الواقع أثبت التجارب كذا مرة من أنه رأى خاطئ في الطريق نتاعه يجيه هو يحاول على جلبه يقنعك باللي لا لا رأى هو كان على الصح وتزيد تلقى الناس تقرأ له الأعذار وتفتيله تلقى الناس وأنه تمشي معاه على حساب الحقيقة لماذا؟ ما هو السبب اللي يخلي هذا الناس يتعصبه لشخص لمرشح معين على حساب الحقيقة وعلى حساب المصلحة العامة تقرأ المسألة تتعلق بالجهل هل ترى المسألة تتعلق بعدم الوعي هل ترى المسألة تتعلق بمرض يعني والله انفيصام في الشخصية تحت هذا الإنسان هل ترى المسألة تتعلق بالمصالح قال هذا الشخص هذا راه على باله ولكن هو راه ورح يحقق مصالحه وبالتالي هو يلعق الحذاء يضرب الشتاء يستعمل كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة من أجل إلى جلب شواء يفوت المراحل لماذا هناك أسئلة منطقية هناك أسئلة التي تطرح روحها حول هذا الموضوع الذي يتعلق بالعصبية والانتخابات الرئاسية في الجزائر فضل أخي عبدالخال نعم في البداية أستاذ أنا أشكر وثمن مجهوداتك من خلال الفترة هذه قبل الرئاسيات وقبل الانتخابات لتقومون بمجموعة من البث المباشر بطرح التوعية وطرح المناقشة وبإذن الله من خلال هذه البرامج أن أستهتدي وبالنسبة إلى هذا الموضوع يعني موضوع التعصب يعني كنظرة عامة هو خلق مذموم وخلق سيء ينبيذه الشرع يعني ينبيذه الدين من خلال آيات القرآنية من خلال معاملات النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تصرفات بعض يعني المخلصين الذين يتقيدون بالشرع وتقيدون بالدين اللي كان مثلا ماشي في ديانة شاف الحقيقة بتعد عن هذه الديانة الخاطئة مثلا وتوجه إلى الإسلام وضحى بعدة أمور وفي الجانب الثاني كذلك العقل يعني إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا العقل يعني مثلا قد يعذر مثلا لو مشاه في طريق غير صحيح لكن إذا توضحت له الحقيقة ومشاه في الطريق الخاطئ فهذا إما مستكبر إما كما قلت أنت عنده مرض نفسي إما متبع لشهوات ورغبات النفس أما بالنسبة يعني للموضوع التعصب مثلا للمرشحين يعني التعصب للأحزاب اللي مثلا تخوض غمار الرئاسيات والانتخابات فهذا يعني أنواعه كثيرة إما التعصب الجهوي التعصب لجهة مثلا يشوف مثلا مرشح مثلا من منطقة القبائل يمشو معاه مثلا مرشح من منطقة الشرق يمشو معاه وبذلك تقوم صفحات وتقوم نداءات وبعض الغوغاء يروجون لهذا قال المرشح فلان من أهل الشرق أين حميتكم يا أهل الشرق هذا راودي لكم وهذا راه ابن الدم التاعكم وهذا ابن الفصيلة التاعكم الرسول صلى سلم من خرج الرسول صلى سلم خرج من قريش مع ذلك لما الرسول صلى سلم أوحي إليه وتلقى الحقيقة انبذ قومه وانبذ لم يهمه للقبيلة ولم يهمه هذه كما نقول نحن العنصرية فبالتالي هذه الأمور الجهوية الأمور التي تعلق بالمناطق يستخدموها حتى الناس يعني حتى المخابرات حتى الناس اللي يريدون توجيه الرأي العام قال هذا الشخص من منطقة معينة قال هذا الشخص من مثلا بلدية معينة والإنسان يجب لا ينخدع بهذا الأمور المتعلقة بالجهة يقال للمحسن أحسنت وللموسيق أسأت حتى لو الإنسان كان أخوك حتى لو الإنسان كان باباك ما توقفش معاه لو كان مثلا يدي البلاد للهوية لو كان يتبع مثلا حسابات معينة لو كان على توجه خاطئ أنت من المنطقة سيارات تجد مثلا بعض المنتسبين وبعض المقتنعين مثلا بفكر حزب معين مثلا فكر إسلامي فكر علماني تجد هو يعطي صوته للمرشح حتى الحزب هذا حتى وإن كان هذا المرشح مثلا أو القائمين على هذا الحزب يعني خرجوا عن مبادئ تأسيس هذا الحزب وخرجوا مثلا عن مشروع هذا الحزب ووقعوا تحت مثلا تأثير جهات وتأثير التيارات ورحوا مثلا خرجوا بأمور خاطئة أمور تدي البلاد إلى الهاوية تضر بمصلحة العباد فخلاص هو مثلا نشأ في أسرة مثلا تتبع مثلا هذا مثلا تيار حمص مثلا خلاص تجد الأبناء الأولاد البيت كله متجه لهذا الحزب فحتى لو هذا الحزب خرج مثلا عن ما صار الذي هو أسس من أجله أو خرج من ما صار أنه يعني يوصل رسالة إلى يعني رسالة صحيحة إلى الشعب ويقوم مثلا حتى لو الحزب هذا يعني دخل الرئاسيات بمرشح يقوم من ناحية يعني نهضة البلاد ويعني ازدهار البلاد فبالتالي حتى لو يخرج هذا الحزب وهذا المرشح عن ما صار وتجده هو متعصب للأسف يعني حتى يعني يشوف في الحقيقة وهو خلاص يقول لك مثلا خلاص أنا منتمي لهذا الحزب ويشوف الشخصيات القائمة على هذه كأنهم ملائكة يعني خلاص وش قال رئيس الحزب وش قال المرشح هذا وبالتالي هذا يعني يعني أسبابه كثيرة رح بإذن الله أن ينطرق إليها إنسان اللي موت على العصبية الأخ عبدالخالق الإنسان اللي موت على العصبية ها يعني توفاها الله على العصبية إيه إنسان يموت على العصبية هي مذمومة أو منبوذة بالشرع الإسلامي العصبية نعم هي الحمية هذه حمية الجاهلية كما وصفها القرآن وإذا كان متعصب إلى فكر مثلا والفكر هذا يضاد الإسلام أو يضاد أمور تتعلق تؤدي إلى مسار الإسلام قال مثلا شخص مثلا متعصب لتيار ضد العرب يعني يؤمن بأن العرب هؤلاء مثلا يعني غير محترمون وأنه مثلا اللغة العربية هذه يعني يقدح فيها ويقدح بمن جاء باللغة العربية فهذا يعني يعني حكم عليه كثير من العلماء أنه يعني إذا توفاه الله سبحانه وتعالى ليس على خير إذا يعني تعصب إلى أمور تضاد الإسلام تضاد العروبة تضاد الحق فبالتالي الإنسان الواقع في هذا لازم يعالج نفسه أول شي يبدأ يشوف الخلل اللي في نفسه ويعالجه وهذا نتطرق إليه إن شاء الله في مسألة العلاج أما أما التعصب على حسب المادة والمصلحة وهذا يعني الواقع في كثير من الناس يعني قال مثلا تجد مثلا حزب مثلا احتضانه قال الشاب مثلا لم يجد عمل مثلا وتلقاه مثلا في الشارع واستقطبوه مجموعة يشتغلون مثلا في حزب معين قال أروح مثلا راك يعني تخدم معانا وراك هكذا فبالتالي هو لم يبني دخوله أو مثلا اقتناعه بفكرة هذا الحزب أو بفكر هذا المرشح على قناعة وإنما على مصلحة فبالتالي تجدوه خلاص يعني يتعصب وتولد في هذه الحمية الجاهلية قال شخص مثلا مرشح قال مثلا يعطي له سكنة قال مثلا يعيده بوعود فبالتالي هو يعني يتبع المادة ويتبع المصلحة يعني مع من يدفع اكثر مع من يعيد اكثر مع من يعني يشبع البطن يعني اكثر فبالتالي هو شخص هذا لا يهمه لا مصلحة البلاد ولا مصلحة العباد كما جاء في حديث الصحيح عن نبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أنا شفنا مثلا نتداول من قضية الانتخابات ناس تلقاهم في المقرات الانتخابات الناس اللي تمد التوقعات التاحهم اللي اشتروه مثلا وصلت حتى اشتراء الذمم اشتراء المواقف يشيم هو يشتروه بامور مدية فتجد تعصب لتعلق باشباع الرغبات وباشباع الطموحات فخلاص الشخص راسم قناعاته راسم قناعاته على الطموحات راسم قناعاته على المنافع وبعدين حتى لو حاول يتوب أو حاول يتخلص من هذه مسألة التعصب حتى نفسه والشيطان يعني يجدون له أعذار الشخص هذا وقف معاك وراء الرجلة وراء الرجولة يناكر الجميل يناكر العشرة فبالتالي لو لم يتدارك نفسه وراء ويمشي في هذا التيار تعصب وفي تيار واسمه هذا الحمية أما بالنسبة إلى أسباب التعصب السبب الأول هو عدم اكتساب الفرد الوعي الصحيح الثقافة اللازمة الرزانة الشخصية التي تحصينه من الوقوع في فخ التعصب أنا شخص مسلم شخص عندي مبادئ شخص عندي قناعات مشي أي تيار يجرفني مشي أي مثلا مصالح رهي تجرفني هذا لا يعني أنه نقع في الخطأ الإنسان كيف يتعلم أنه وقع في الخطأ من التجارب قال مشيت مثلا مع مرشح مشيت مع حزب تبيل حقيقة نرجع هذا هو مربط الفرس هو هل إذا تبينت لك الحقيقة هل إذا وعيت هل إذا استيقظت من خطأك هل تواصل أم أنك ترجع هذا هو وإلا الوقوع في الخطأ الجميع يعني يعني تعلم من تجارب الجميع تعلم من مأساة وقعت له الجميع تعلم يعني من دروس شوف الأخي عبدالخالق بحكم هو أن لا نحكي عن الانتخابات الرئاسية نعم كاي الناس رأى ممشاوا بناء تحليل تاهم ولا بناء النظر تاهم ولا بناء الاستراتيجية تاهم سواء على معلومات سواء على خلفيات المهم كاي هناك أشياء أنا ذكر أني نمشي في الطريق وبل الخلل بل أرني غلط لماذا أنت تستمر في الطريق الخاطئ هنا رك تدخل في إطار تاع العصبية ما ركش تمشي في الحق أيضا فيه ناس اللي يذرك مثلا قال يمشي مع أبو تفليقاء ولا مع أي شخص ثاني تارك تمشي في الطريق وتبين لك بللي طريق هذاك خاطئ معلومات اللي أنت ركبنيتها ولا التحليل اللي أنت اللي ركبنيت ركبنيت على أشياء خاطئة وبالتالي أنت النتيجة رك رح توصل لها خاطئة قال مثلا موضوع من المواضيع مثلا في الإطار هذا أنت أبو تفليقاء شاء في المشي قال مثلا في البداية مشيت قال مثلا في العهد اللولاء قال أود أراه جاب هذه سياسة أنت على الوئام مثلا وأنت مشيت معه يا أخو يا بارك الله وفيه رأى النية صادقة ونية سليمة مشيت معه في هذا الإطار ورح عندك نية صادقة ونية صالحة ورب إن شاء الله يحسب هالك ولكن ركبنيت في العهد الثانية قال العهد اللولاء قال أود دير الله غالب ورحم كان نجمع ثم ورحم كما يقول دير الله حواجز في الطريق زيت مشيت في الأهد الثانية وزيت مشيت في الأهد الثالثة وزيت مشيت في الأهد الرابعة والآن رايح للخامسة إلى متى هذه 25 سنة الآن 20 سنة راح انتهت وربما ما نشعرف وين راح رايحين ومع ذلك لما يقول لك هما في البداية الناس يا لو دي هذا الطريق راه خاطئ المصالح اللي راه دير راه خاطئ عن ته وش تعتبرهم تعتبرهم من أنهم دعاة تعفتنا تعتبرهم من أنه دعاة هذا الناس باللي راه جاء يخلطوا البلاد وراهم كذا وراهم كذا لو كنت وش راك تدير لما تجي تقول بللي يا ودي لابد من ترقية عن مصالح ولا بد من كذا ولا بد من كذا وش مع انت بللي راه الطريق اللي كنت تمشي فيه طريق خاطئ والناس اللي راه انت كنت تعتقد فيهم من أنهم على خطأ راه مظهر وهم اللي راه على صواب لماذا تنسب هذا لماذا تكسرت الناس ولا تحكي عن الندو عن الوفاق ولا تحكي الناس عن التوافق بل منهم حتى سمعت أنا مؤخرا قال هذا ولد عباس راه 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 يدير كتاب المصالح العالمية راه راه نعطي كتاب ودير الاسم نعطي ثم وصي نور عادي شوف شوف يعني في هذه النقطة الأخيرة اللي ذكرتها بعض يعني صعاليك يعني هو ما عنده أي ثقافة ما عنده أي مشروع وإنما يصعد على أكتاف غيره يعني تجده مثلا يسرق من هنا ويضع من هنا ويأخذ من هنا وخلاص مثلا يألف كتاب أو يضع مشروع ومن ناحية موجود شوف القانون هذا اللي يسموه هم القانون تعلوي أمر موجود راه شوف أقراه شوف مثلا قال الكتاب المصالح اللي هكيت إعليها أنا وشوف قانون تاهم شوف القانون تاهم وشوف حتى حتى ذرك مثلا هذاك العقد روما اللي داروه روح شوف رأي درتم في الكتاب في الطبعة اللولى درتم بالذمة حتى باش الناس تقدر تقارن بين هاي الرؤية النظام هاي الرؤية المعارضة وهاي الرؤية الجديدة المصالح الحقيقية هاي الرؤية الجديدة تراح تشوف ذرك يا أخو نرى بلي طريق بلي هذا رأي طريق خاطئ علاه أنا نتعصب البود في اللقاء لماذا أنا نتعصب الأيد حمد لماذا نتعصب أنا الجبل لماذا نتعصب أنا الأحمد طالب لماذا نتعصب أنا الزيد أو عمر من الناس هاي طريق الحق قال اروح هذا اللي هو مبني على الإقصاء مبني على الإقصاء مبني على الترباب هذا اللي يشوف روحه باللي هو أحقه بالجزائر ويشوف يروحه باللي هو أعلم الناس ويشوف يروحه باللي كذا في المقابل يقصي يقصي الناس آخرين ومن بعد يجي يقول لك بلي انتهى هاي لها صاحبي أراك تنشي في طريق خاطئ هاي طريق وأرواح نتناقش وأرواح نتحاور وأرواح نشوف أحسن الطرق على جل باش نمشي لكن هو أنه نمشي معاك لأنه قال مثلا نتارك من المنطقة الفلانية وأيضا في المقابل ناس آخرين يمشيوا معا فلان ولا مع اللان لأنه مع المنطقة الفلانية وقال هذك هوا مشاه معها رب راب وهوا مشاه معها حداد والأخر هوا مشاه معها زيد أو مشاه مع عمر من الناس وتمشي من أجل مصلحة على البلاد وتمشي لأنك عندك أهداف واحد أخرى وتمشي لأنه رح تتحقق مصلحة أو ربما تدفع حاجة واحد أخرى على نفسك ومن بعد فيما بعد بعد خمس سنين بعد عشر سنين نعاود نرجع نفس النقطة ونعاود نضيع أوقات كثيرة وربما نضيع نضيع مستقبل إنتها أجيال أعلى يا أخويا يا أخويا مشيت في وقت من الأوقات قال كنت صحيح كنت تمشي كنت تتحرك قال حتى إذا كان رأى من ساحبه مجموعة من المرشحين ما كانتش عنك شرعية وما كانش كذا وقال تلك كيفيش أنت تتعصب لماذا تتعصب قال بعض من الناس رأى مع زروال مع زروال وراه تنازل الحكم وراه في 2019 بدأوا يحكيوا على قضية نتاع مهري وقال رأهم أو واسمه رأهم بأبتشين وراه مع لبليش آنا وراه قال بتشين وراه هالجهزة على المخابرات هذا تحط لي نتاع مهري مهري قال بالحكم المؤقتة مهري السياسي المحنك مهري يو أب السياسة في الجزائر أب السياسة في الجزائر مهري مهري اللي هو يرحمه كانوا اقترحوه رأى كثير من الشهادات اقترحوه على جلبه الشيديرو وهو زعيم أثناء الثورة اجي تحط بصف نتاع الخواناء تخلي نتاع المحتوى نتاع هذا العقد اللي هو كان الهدف نتاعه من أجل كما نقول التقليل من هذه الدماء اللي رأى راح تسيل التقليل من هذه البغضاء وهذاك الحقد وهذاك الشحناء اللي راح تزيد هي في لهيب الجزائر تخلي المحتوى هذاك اللي هو وتروح انت تتعاصب الشخص ومع ذلك اظهار الخطأ انتاعه جيت قول لي انتا أنا بللي ذوك أراه أراه قال واشي قال لك وراح يمشي مع الغديري مع انتا بللي ذوك لكان زكا الغديري هو أنا نروح معه لو كان جاء هذا الإنسان هذا أراه هو فعلا يريد قال هذا التنازل على السلطة لو كان هو نظم انتخابات الرئاسية ما يخليش وابوت في اللقاء يطلع لكان هو ضمن الانتخابات الرئاسية وقال كيف هذا ست مرشحين انسحبوا ست مرشحين انسحبوا ومع ذلك لكان جاءت عند إنسان اللي رأى فعلا هو يحترم القانون ويحترم الدستور هذه انتخابات ملغات تعد الانتخابات هما لا ادوها بالتصوير وعمروا يو وحدهم وحدهم ويزوروا وحدهم والله غير أنا كانوا ناس يعني هكذا كي الناس اللي هما راحوا يعني شاركوا رغم أنه أعلن المقاطعة ولكن كي الناس اللي راحوا شاركوا راحوا شاركوا لماذا لأنه الهدف انتهم هو لم يكن للانتخابات ولا مساند أحمد طلب الإبراهيمي ولو كانوا ناس اللي هما كان يحوس يروح هو يجيك في لش لانتهم ورقب انت الانتخابات من أجل بش يدي درهم من بعد سمعوا قالوا لهم هما باللي راحوا اللي ما يحضرش راحوا يعطي لوش درهم راح وكين منهم اللي جال عندي وقال لي ودي والله غررنا ونحنا وحضرنا وكذا وردها أحمد طلب يوم من سحب ودها في الولايات من سحب من سحب ومقاطعين ودها هو ومع ذلك تجي لي انت ذرك سيد لا عنده شرعية وبالتصوير ومع ذلك ورايح رايح زيد مكمل إلى متى يا صاحبي لماذا هذا العصبية لا هو ساذ اسمحني يعني من ناحية الأسباب قلت لك هو المسألة الأولى هي الاستكبار والتكبر اللي يعني عند الشخص فبالتالي هو يرى الحقيقة بعد التجارب خصوصا الناس اللي ذاقت الطعم المناصب الناس اللي ذاقت يعني طعم السلطة فبالتالي هو حتى لو شاف أنه مثلا يؤدي البلاد إلى الهوية بسببه أو يضر البلاد والعباد أو الأمور اللي يمشي فيها خاطئة فبالتالي هو راح هو سيستمر لأنه التكبر لأنه ذوق المذاق هذا مذاق السلطة مذاق التربب مذاق الزعامة مذاق المشيخة الأنانية هو يعني سبب من أسباب الوصمونا التعصب كذلك الحمية الجاهلية والعاطفة اللي يعني أصبح الكثير ضحيتها لأنه كما يقال العاطفة إذا لم تقيد بالعقل والفكر تصبح عاصفة فبالتالي لو نستخلص من قصة أبو طالب لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته ورسول صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أنه رسول صلى الله عليه وسلم على الحق وهو ناصر وأيده ومع ذلك ومع ذلك لما شاهد الجماعة عبو لهب وجماعة قريش تقللها تريد أن يقول لك صابع أن ترجع عن دين أجدادك مات على الكفر وكذلك من الأسباب يعني المشي وراء يعني الأطماع والأطماع الشخصية والامتيازات وترك يعني مصلحة البلاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيسى عبد الدنار تعيسى عبد الدرهم يعني ناسي عبد الدنار وعبد الدرهم والامتيازات وكذلك من الأسباب أنه يعني شخص يصبح يعني في واقع مجبر على التعصب لشخص مثلا يعني الجماعة أرباب المال الجماعة على الأحزاب هؤلاء الموالية حتى لو يأتيه دافع إنساني دافع مثلا أنه يعني ينبذ ما دعا إليه من الشيطة والموالاة يقول لك خلاص أنا أراني متورط لو يسقط مثلا هؤلاء الذين أتعصب لهم أنا أراني نقع في مشكلة رح نتكشف فبالتالي راح هو مثلا يعني يستمر في مسألة هذه تعالى التعصب والأسباب والدوافع كثيرة بالنسبة إلى كل شخص بالنسبة إلى كل حالة تعالى التعصب ليس يعني المجال هذا يعني ذكرها لكن البلاد لو طرحنا سؤال البلاد أين تأسير من هذا التعصب لأن التعصب هذا سلوك سيء قد يؤدي إلى تمييز المحب للبلاد والنزيه والشريف يعني فبالتالي يعني لو استفحل هذا الخلق هذا التعصب راح البلاد تعطى وتسلم إلى أياد غير أمينة أياد تعبث بالبلاد ينتشر الوعي الزائف فعلاج هذا الأمر يبدأ من أمور يبدأ أولا من تغريب مصلحة البلاد على كل شيء على الأطمع الشخصية على الامتيازات ويكمن في الإنسان جانب التضحية الشيء الثاني عدم السيسير وراء الرغبات والطموحات وشيء الثالث هو الوعي الصحيح والرزانة والثبات في اتخاذ المواقف فبالتالي تتكون عند الإنسان يعني شخصية يعني يربطه الدين يربطه العقل يربطه اتخاذ المواقف الصحيحة والموضوع هذا أستاذ يعني في الحقيقة يحتاج إلى بحث يحتاج إلى جراسة يحتاج إلى برامج يحتاج إلى توعية يحتاج إلى نقاش يحتاج إلى منتديات إلى ندوات يحتاج إلى نقاش من المختصين في الشريعة المختصين في العلوم الاجتماع في علم النفس في علم السياسة ودور الإعلام هنا مهم ويكمن في هذه المسألة الآن نشوف الإعلام متجه إلى اتجاه الشيطة إلى اتجاه الوعي الزائف نعم يساهموا فيها لما تشوف انت يجيب لك صورة انت واحد وصورة انت واحد ويبدأ هو يكذب يبدأ يكذبك ذا منه ويحط لك منه هو وراه في نفسه وراه يغرس في هذه العصبية يغرس فيها وكاين بعض من الناس اللي هما للأسف الشديد ما يعرفوش مثل هذه الأشياء خاصة الآن في ظل هذه التكنولوجيا الجديدة تقدر تلقى لعبة يغرس لك عن طريقها العصبية تقدر تلقى صورة من خلال استعمال فوتوشوب تقدر تلقى مثلا مقطع مثلا من خلال تركيب الى غير ذلك من المسائل اللي هي تغرس في هذه العصبية الداخل النفسية انتعى الانسان وتثير في نفسه الغضب وتثير في نفسه اشياء اللي تخليه هو يصير يدير في ردود افعال يعني ويتنرفز ويصير هو غاضب ويصير هو كذا هكتشوف فيهم الآن مثلا هذه الأيام كيف شرهمهما قال مثلا قضية كيف شرهم يتلاعبوا بالقضية انتعى الصلاة وانتعى الدين وانتعى دخل في هذا الاطار يعني وكل هذه المسائل رأى مرتبطة بالانتخابات يعني ما جاءتش غير هكذا أكبر جهة المقابلة جهة المقابلة هي اللي رأى تستغل في بعض المسائل وقال هكتشوف فهمت قال هكتشوف يستعملوا في مسائل وكلهم يعني كل واحد رأى يستعمل فيه أشياء وهذه إن شاء الله نديروا عليها برنامج هذه انتعى المواقع هذه انتعى التفاعل هذه إن شاء الله نديروا عليها برنامج وكان ذلك مثلا قال مثلا بكري هذه إن شاء الله نديروا فيها تفاصيل فيما يتعلق بالموضوع بكري قال كينا مثلا الحملة الانتخابية مقننة وعندها إطار اللي تمشي به كانت القنوات الفضائية نفس الشي قال عندها ما كانتش حتى هذه القنوات الفضائية ما كانتش موجودة كانت القناة الوحيدة في البلاد وبالتالي الصحف متحكم فيها متحكمين في كذا إذا كان مثلا يديروا قال ما على بلش الناس ينشروا صورة في السجرة والله في حجرة والله يعني إلى حد ما تكون عن طريق التخبية وكذا لكن الآن خلاص الآن رأى الناس عن طريق الفيسبوك وعن طريق اليوتيوب ما هم سمعين لا بالقوانين تاك ولا رأى ميروحوا للحيوط هذيك اللي رأى انت تنشر فيها الصور واللي ودير فيها انتالي إضافيش هذيك ولا رأى الناس كلها على الفيسبوك على اليوتيوب الناس رأى دجا خلاص قطعة أشواط في هذه الحملة الانتخابية فمسا تسرعة تشرح في البهار رأى مجتعهم ما هم مستنين للقوانين تاك ولا الدستور تاك ولم يحزنونه بالتالي ذرك هذه المسائل رأى تستغل حتى هذه هذوك المواقع هذه تستغل لتنمية هذه العصبية رأى مين الممي وفيها أكتشوف فيها رأى كين صفحات اللي هي رأى قال مثلا قال مهتمة بمنطقة معينة أو معينة كذا ورأى مصير هما ينشروا في هذه العصبية من أجل على جلبشهما يستفزوا في طرف معين هكذا من أجل غرس هذه العصبية والتنمية وفيما بعد الجزائر وإنها رايحة في الهاوية تلحق الناس لهذا المستوى من الحقب وهذا المستوى من الضغر فيما بعد رايحين نوصلون الصدام والصدام هذا كراه رايح يؤدي فيما بعد إلى محرقاء تأذك لما تشوف أنت مثلا هذا مرشح هذا علي غديري يقول لك أنا مستعد حتى موت وأنا راني حاب نمشي كما يمشي هذول المجموعة نتاع الستة وين رايح 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 الثورة رايح الثورة هذا اللي رايحه معاه هذا اللي رايحه معاه ذوك الآن يجي متعصب أكثر منه هذا رايحه ذوك هو المرشح اللي المفترض هو أنه قال لما هو يقوم بخطاب قال يحسب للكلمات نتاعو لأنها رايحة راح تنعكس على الناس اللي رايحه معاه لما تشوف انت ناس رايحة مثل هكذا في المقابل يستعاملوا قال مثلا في صور البوتفليقة وكذا كلها من أجل شحن الناس ومن أجل الناس يدفعوا فيهم وكذا ثم بعد ورق بدي البلاد نعم لكن الحاجة اللي يعني غيظتني هو الناس المغفالين الناس المستغلين يعني اللي استغلوهم يعني هؤلاء كما قلت يعني شياطين تمشي على الأرض راهم عندهم يعني خطط وعندهم برامج يستهدفوا منها توجهات يستهدفوا منها مناطق قال مثلا مثل مثلا منطقة القبائل حركة هذه تعلمات راهي مثلا رمي عنه مثلا عن يعني احتجاجات بسبب مثلا الغلاء بسبب ارتفاع مثلا الأسعار فبالتالي الناس عن حسن نية راهي تمشي راهي تمشي مثلا في هذه الاحتجاجات وتمشي وراهم يخدموا فيهم والناس من حيث يعني يعني من حيث لا تشعر يعني فبالتالي دور الإعلام الذي كان يؤمل منه يعني لو كان لو كنا في دولة مؤسسات ولو كنا في دولة تحب مصطحة على الشعب راهي الإعلام هو خلاص يعني ما يحتاج حتى أنه الإنسان يتكلم لو الإعلام هو قائم راهي القنوات الفضائية هي اللي قائمة بهذه المواضيع وهذا يدخل في إطار المصالحة في مشروعكم أستاذ لأنه هذا من الأمور اللي يعني يجب يعني نمشي عليها من ناحية يعني المصالحة أنه يعني عدم التعصب أنه جزائل للجميع عدم الجهوية عدم هذا الأمور لكن الناس هؤلاء ما هم همش حتى البلاد راهي ماشي المحرقة راههم يعني خلاص راههم عندهم أطماع راههم عندهم أهداف وخلي الغاشي راهه يسلك في فاتورة عدم الوعي في فاتورة يعني فواتير حتى توصل يعني فاتورة الدماء وخلينا نختم بمسألة هذا التعصب بيعني بيعني حادثة حدثت للصحابة رضي الله عنهم في مسألة ما هي أفضل نسك الحج عندنا نسك الحج الإفراد والتمتع والقران النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وحج قارن قال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمره فبالتالي ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أنه أفضل الحج والتمتع لاستيناد لحديث الذي ذكرته قبل قليل فكان هناك أشخاص يأتون ويقولون قال أبو بكر وقال عمر أنه أفضل الحج هو الإفراد حتى لا يهجر بيت الله الحرام فماذا قال ابن عباس قالهم أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء فبالتالي الأمر هذا صعيب الأمر هذا ماهوش سهل قد يعني يؤدي إلى الإنسان أنه يعني يبتعد على الحق يبتعد على الصواب وينساق في أمور هو يعني في غينا عنها في النهاية أنا يعني نوجه يعني إليك شكر أستاذ ويعني ثمن جهودك ويعني بإذن الله تكون عندك برامج أخرى يعني التوعية ويعني رجاء فقط لكن بينا ناس وقفوا معنا وساهموا معنا وساعدونا إن شاء الله نطوروا البث هذا ويولي في شكل ولو قناتك ذا الأنترنت بشكل محترف لأنه جربنا القضية على القناة هذيك الآن في بعض المسائل اللي تحتاج تجديد مزائل مسائل اللي تحتاج تطوير محتاج إلى وسائل محتاج إلى أشياء اللي هي نطوروا بها البث لأنه الآن نحن نرى فقط بالهاتف بالهاتف تعرف الصورة صغيرة ماهيش كما الكاميرا وحتى النوعية يعني البث ماهيش مثل لما يكون إنسان بالجهاز كمبيوتر وحتى بالجهاز كمبيوتر تقدر تشرك ناس عن طريق سكاي تقدر تشرك ناس عن طريق الآن نقدر نشاركهم ولكن النوعيا البث والنوعيا النقاش ما تكون مثل ما تكون جهاز قوي نعم وتسمحني فقط عندي رجائين يعني من الناس اللي مثلا مقتنعين بمشروع المصالحة نجي لكم الإخوة صبروا شوية نجي لكم بالواحد عندي رجائين رجاء الأول يعني اللي مقتنع بمشروع المصالحة ويستطيع يساهم يعني ما يذخرش أي مجهود لأنه أي مساهمة أي أمر هو يصب في مصلحة توعية الناس أو يصب بإذن الله نتنهض البلاد وهذا أمر من أعلى أمور البر وأوفاها وأنه الإنسان يؤجر عليها وتصبح له لو استمر هذا الأمر يصبح له ضخر ويصبح له عمل صالح بإذن الله أمر رجاء الثاني وهو يعني شوف الأستاذ نور الدين يعني 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 تعب في مسألة اختيار البرامج في يعني يعني يكونوا يعني موضوعيين ويكونوا يعني لا بأس يعني أنه يحضروا الموضوع التي يتكلموا فيه يعني حتى تعم الفائدة يعني الراجاء من هذا أنه يعني أن تعم الفائدة ولكن كيف أسان نعم نعم فعلى رجاء المدخن يكون في الموضوع وبإذن الله تناقش ويعني تطرح الفائدة نديره في هذه النقاش تبدأ نديره من أجل عجل لنقصروا من أجل عجل لنساهموا في رفع درجة الوعي ومن أجل إبعاد المخاطر على البلاد عندما ترى موضوع العصبية هذا لو يناقش على مستوى عالي بحيث أنه لا يرى 10 ألف أو 20 ألف يرى 40 مليون فيما بعد الناس ما راهيش رايحة تقدم على دعم فلان أو دعم علان من منطلق عصبية فيما بعد الناس تبدأ لما تلحق لهذا المستوى اللي إحنا الآن نرى أن نحكيه فيه هو أنه الناس تقدم المصلحة العامة على البلاد فيما بعد الناس تلحق المستوى ما يقدرش هم يجيوا يعقبوا عليها لكن دورك إحنا يجيوا ناس دورك استعمل قالوا أليه هذا كيف شمتم تخليوا هذو جمعين تعمل الغرب ودارونا 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 والآخر يا أليه خير نقول لكم رأيكم شفتوا الشوية لما حكموا وش دارو هذه الفرصة نتاعكم لها راح تلمرة هذه خلاص هذه المرة اللي خرار دورك لازم هذه المرة ونبعد صايم بعد نقطع لهم الطريق مهمتا وهكذا يلعبو لهم على هذا الوطر هذا فيما بعد قال جماعة ذو قال مثل في المنطقة القبيل قال واش اسم محمد أراه معاه راب راب يعني نقول لك سبحان الله أريد أن تشوش انتال هذا غديري هذا غديري يراه غير واجهة بركة راه الصح وهو مقارنعية العربي ما هو معاه راب راب يعني نقول لك وش بيك ما تديرش عليهم ما هو حتى حتى بودفليقة اراه معاه عمارة بن يونس اراه معاه ويحيا اراه معاه بعد قال أريد أن نحكمه فهمتني ما يدير شك ذاك ومنا ويلهبولوا مع الوطر هذا وروح والبلاد راه رايحها ضيع بهذه العقليات وبهذه هذا المنطق هذا منطق الاعوج نعم شكرا للأخ عبدالمر عبدالخالق ربي بارك الله فيك إن شاء الله أستاذ وعبي أكتب أجرك إن شاء الله بارك الله فيك ربي بارك فيك شكرا للأخ عبدالخالق شوفوا ترى الأخ وراه خرق نشوفوا ترى هذا الأخ واسمه ضرق نجي لكم الإخوة الله الله يهديك هذا وعليش ترى أن نحكيه نحن نحكيه على العصابية هو مشيه مشيه مع فلان وفلتان الأخ ياسر مرحبا السلام عليكم أخي النوردين وعليكم السلام ورحمة الله أراك سمع فيهم لي أخويا النوردين نعم أنا سمع فيك تفضل منطولش عليك برسمون خلي الناس تدخل في الموضوع تاك موضوع يعني لا بسهله حبيت ندعي دعوة براك كما قررت بالك قررت الكومنتير حبيت ندعي دعوة على الحكومة الجزائر أسكوا ممكن دعوة كيفاش دعوة؟ دعوة للحكومة الجزائر تقدم لها دعوة أو الله؟ آه لا لا آه ندعي عليهم دعوة آه دعا 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 اللهم سلط عليهم كلب من كلابك هذه دعاها الرسول صلى الله عليه وسلم بلك تعرفها هذه أسمعش بها اللهم سلط عليهم كلب من كلابك هذا مكان ما طولش عليك أخي النرطي خلي الناس خلي الناس خلي الناس تركوا شكر الله شكرنا شكرنا الأخ وسمو الأخ ياسر نشوف نشوف ترى الأخ عيسى بارك نجي لكم الإخوة واحد بواحد صبروا شوية باركة شكرا 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 قالوا مستهلك أنا غداب نعم سيكون ايه ايه يا يا خواة عربيكن عكش الله الناس اللي ستيتنتجوا الجزائرين واضحانين ويستهلكوا والرجال تخدم لا 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 الجزائرين والرجال تخدموا الجزائرين يستهلكوا نحن الدولة مستلكة المهم نرجع للموضوع كنا ما نطورش نعطيك عندي خمس قيق تكني في الخدمة أراك فلا بوزو أراك فلا بوزو أراك فلا بوزو أراك فلا بوزو أسمع شوف أراك حاوز تهدر على العصبية العصبية كما يقولون العصبية الجهوية ولا العصبية الإنفعالية ولا العصبية بتاعنا اللي نشربوا القهوة نحن الجهزائيين نشربوا القهوة بزاف مثل نارفو المهم أنا العصبية نقول أنا مع حمروش مانيش عصبية معاه حمروش بالنسبة لي راجل مرحلة عرفتو عرفنا كيف كان في أمريكا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر